بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أهلاً وسهلاً بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك يقول ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد هذه الآية الكريمة من صورة فصلة ووردت الآية نفسها بتزييل مختلف في صورة الجاسية من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وهذه الآية الكريمة تعكس لنا مبدأاً من مبادئ الشريعة الإسلامية وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يظلم أحداً من عباده وإنما أكرمهم وأتاح لهم الهداية بل فتح لهم باب الهداية على مصر عيه بل فتح لهم باب المغفرة ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث كل أمتي معاف إلا المجاهرون قالوا يا رسول الله ومن المجاهرين قال الرجل يبيت وقد عصى الله سبحانه وتعالى يفعل ذنب كذا وذنب كذا ثم يصبح في اليوم التالي فيقول لصاحبه فعلت البارحة كذا وكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم بات يستره ربه ثم قام ليكشف ستر الله تعالى عنه إذن فالله سبحانه وتعالى يغفر الزنوب والزلات ويستر على عباده بل يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى يقول رب العزة إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة فإن عملها كتبها الله له عشرة إلى سبعين ضعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة فإن عملها كتبها الله له سيئة واحدة ومعنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يفتح باب المغفرة لعباده ويفتح باب الثواب لعباده وبيّن لهم سبحانه وتعالى المبدأ أن هناك أعمال صالحات يحب منهم أن يقبلوا عليه بها ويحب منهم أن يتقربوا إليه بها فإنهم عملوها أو عزموا عليها يعني فكروا فيها وأخذوا طريقا نحو فعلها فالعزم هنا معناه القصد المؤكد لو فعلوا ذلك حتى ولو لم يقوموا بالعمل الصالح بالفعل فإنهم يثابون على هذا العزم ولذلك ورد عن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نية المسلم خير من عمله يعني ربما ينوي العبد المسلم نوايا صالحة كثيرة فيساب عليها دون أو أكثر بكثير من الذي يعمله بالفعل فيأخذ عليه ثوابا بيّن الله سبحانه وتعالى القانون في حساب العباد وبيّن الأعمال الصالحات وأرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما ترك بابا من الخير إلا بيّنه وما ترك بابا من الشر إلا حذّرنا منه وبيّنه لنا حتى لا يقع أحد في معصية فإذا وقع أحد في معصية فما ربك بظلام للعبيد يعني أن الله سبحانه وتعالى يقيم من كل إنسان شاهدا على نفسه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فيكون سبحانه وتعالى مجاز للمسيء بإساءته ومجاز للمحسن بإحسانه الشريعة تتشوف إلى الرحمة وإلى عظم العطاء وإلى عظم السواب ولكن هناك مبدأ وضعه الله سبحانه وتعالى للمذنبين وهو أنهم يحاسبون على أعمالهم فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلى نفسه فينبغي على كل مسيء أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى ربه ولو أنه استمر على إساءته التي وقع فيها فإن عقاب الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة لا يكون ظلما وما ربك بظلام للعبيد عقاب الله للمذنبين بعدما رفع عنهم وبعدما غفر لهم فأصروا على المعصية وأصروا على الذنب عقاب الله لهم لا يكون ظلما بل هو مقتضى الرحمة لأنه سبحانه وتعالى حذر من الوقوع في السيئات والزنوب فإذا أخذ المذنب بالعذاب فبسبب فعله وجريرة ما همت به يده وما قامت به نفسه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب والزلات وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن ينزل على قلوبنا التوبة لنتوب وأن يجعلنا من عباده المحسنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته